موسيقى حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادية تيكم من قناة الرافدين كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أعداد العراقيين الذين سافروا إلى الهند لغرض العلاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحجم ما أنفقوه بحسب المركز فإن أكثر من 57 ألف عراقي سافروا إلى الهند بقصد العلاج وإن المواطن العراقي يدفع 83 دولارا لإصدار التأشيرة تأشيرة الدخول وإن كدف إجراء بعض العمليات تبلغ نحو 15 ألف دولار ما يعني أن العراقيين أنفقوا أكثر من 700 مليون دولار للعلاج في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع تسعار اللحوم في أسواق محافظات كردستان العراق بنحو 2500 دينار خلال الأيام القليلة الماضية وذكر باعة لحوم في سوق السليمانية أن الكيلوغرام من اللحم يتم بيعه بـ 18500 دينار فيما كان سعره قبل أسبوعين 16 ألف دينار وبحسب تجار المواشي فإن الخفاض قيمة الدنار أمام سعر صرف الدولار وارتفاع تكلفة العلف فضلا عن تداعيات الجفاف وفوضى المعابر الحدودية كلها أسباب تقف وراء ارتفاع الأسعار كشفت شبكة بلومبيرغ المختصة بالبيانات الاقتصادية أن هناك شركات ودولا رفعت مشترياتها من النفط من كردستان العراق رغم تهديدات الحكومة في بغداد للشركات المشترية للنفط الخام بعدم التعامل مع أربيل وجاء في تقرير نشرته بلومبيرغ أن في آبل ماضي أرسلت شركة تسويق النفط العراقية سموا رسالة إلى شركات تجارية السلع تحذرهم من التصعيد القانوني ضدهم في حالة شيراء النفط من كردستان العراق دون الحصول على موافقة من بغداد قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند إن مسودة الموازنة المالية المقدمة لعام 2023 تفتقر للضوابط المهنية وقال سند إن المبلغ الأولي للموازنة القادمة يبلغ مئتين وسبعين تريليون دينار وقد ينخفض إلى مئة وخمسين تريليون دينار لكنه بحاجة إلى معالجة بعض الملاحظات فيها بما يتسق مع قرارات المحكمة اعتبرت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور جرين اعتبرت أن السياسة واشنطن في أزمة أوكرانيا قد تنتهي بفقدان الدولار صفته عملة عالمية وقالت جرين إن الغطرسة الأمريكية من أجل إنقاذ الديمقراطية في أوكرانيا بالرغم من أنها ليست عضوا في الناتو يفتح المجال لروسيا التي تخضع لعقوبات شديدة أن تثبت للعالم أنها ليست بحاجة للدولار الأمريكي ولا للصداقة مع الولايات المتحدة للتجارة وتحقيق الازدهار والآن هذه انتقال سريعة مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله